السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم بارك وصلى على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام اهلا بكم في قناتي المطبخ احلى مع الشروع وحشتوني جدا جدا يا رب تكونوا كلكم بخير اجت لكم النهاردة بوصفة حلوة جدا من مواصفاتي وهي التورت الجميلة او الامر دي عملتها بمناسبة تفعيل القناة الحمد لله قناتي اتفعالت ده بفضلكم بفضل ربنا الاولى ثم بفضلكم طبعا احب اشكر كل من دخل قناتي وطرق لي تعليق حلو شجعني بي لانا استمر واللايكات والاشتراكات الف شكرا ليكم وليلا بينا نشوف هنعمل ايه هنا انا عملت اول حاجة هبتدي بيها طبعا بشغل الفرن على درجة حرارة عالية ليسخن لقدت محضر الاسبونش بتاعي اول حاجة انا هبدأ بيها الاسبونش الفانيليا انا هعمل اسبونش شوكولاتة واسبونش فانيليا تمام اول حاجة هنا معايا هعملها الاسبونش الفانيليا معايا نص كيلو سبونش فانيليا ومعايا خمس بيضاء درجة حرارة الغرفة وكمان ربع معايا فانيليا سايلة ونص كبهية مياه فترة هحط كل المكونات دي على بعض وهخلطهم كويس جدا طبعا انا عملت معاكم الاسبونش قبل كده بس قلت اوليها لكو كده ايه على السريع خلاص هفضل بقى اقعد اخلط فيهم كده كويس جدا لغداية ما الخليط يتقل معايا تمام هنا بقى بدهن الصينية زبدة ما بطنهاش بت ايه انا بدهن زبدة بس خلاص كده هبدأ ايه دخلتها الفرن وده بعد ما خرجت من الفرن ما شاء الله طرية وقالوكم شوفوا طرية وجميلة ازاي هسيبها هتطلحها من الصينية وهعمل في نفس الصينية الاسبونش الشوكولاتة معايا برضو هنا نص كيلو اسبونش الشوكولاتة عليهم خمس بيضات درجة حرارة الغرفة ومعايا الفانيليا ومعايا نص كوباية ميا نفس المقادير بتاعت الاسبونش الفانيليا هي المقادير بتاعت الاسبونش الشوكولاتة هفضل برضو اخلط فيهم كويس جدا لغداية ما الخليط يتقل معايا ماشيين مع بعضي كده وبعدين هندخلها طبعا الفرن طب من دخل الفرن على درجة حرارة كام على درجة حرارة 180 وده حسب فرنك ممكن تقعد معاك من نص ساعة لتلت ساعة تمام يبقى ده السبونش بتاع ده السبونش الشوكولاتة دي بعد ما خرجك من الفرن بقولك هاي برضو ما شاء الله طرية وجميلة هسيبها بقل تاني يوم انا كو بعمل الكيك ده بالليل وقوم تاني يوم ابدأ التزهين فيه ده افضل حاجة هبدأ هنا اول حاجة عاملها اه هضرب الكريم شنطي تمام معايا هنا ربع كيليو كريم شنطي خام ومعايا كمان السكر البودرة حسب اختيارك زي ما انت عاوز عاوزها للماء الحاجة تبقى سكرها زيادة حطي اه انا هنا حطيت حوالي معلقتين بس انا مش عاوزها تبقى مسكرة لان لسه هحط موس شوكولاتة ولسه هحط حاجات كتير فما تبقاش مقافورة اوي في الزكار وهحط كريم باستري طبعا تلات معالق كريم باستري وهحط الاشطا بتاعت اللبن بتديها دسامة حلوة اوي جدا وكمان هحط اللبن او الحليب زي ما انتوا بتقولوا هبدأ بقى حضرة فيها كده لغدية مائه حجمي الضعف وهدخلها التلاجة لان احنا في الحار والكريمة ما بتستحملش هنا هعمل بقى موس الشوكولاتة معايا هنا برضو ربع كيلو موس شوكولاتة تمام هحط على الموس الشوكولاتة دا ايه كوباية مية متلجة كوباية مية متلجة هيت وهنبدأ بقى نخلط فيها لغدية ما الخليط يتقل معايا دي معلش كوبايتين مية معلش الاسفة دي كوبايتين مية تمام هبدأ بقى اخلط كده فيها كويس جدا لغدية ما يتقل معايا ودخلها التلاجة دا هنا اهيات الكيكتين اللي انا كنت عاملهم كنت هلفهم بالستريتش بدأت فاكتهم كده وهبدأ بقى ايه اشيل بقى ايه الوش بتاع الترطة وسويها بقى من فوق بعدين هبدأ ايه التقطيع تمام خليكم معايا ما التهوش ماشيين مع بعض واحدة واحدة طبعا الحاجات الزوائد اللي انا باشتالها دي ماشي هتترمى طبعا هنا بقى انا بدأت هقسم الكيكة حبت اسميها على ثلاثة اسميها عوزت اسميها على اربعة لو هي متاحة معاك تمام هنا في حتة اتقطعت يعني ولا اي حاجة ولا بصي انا ممكن كنت ادريها في المنتج البسيس بتاعها لشان ما هي فيش فيها اي مشكلة انت هتحطها في النص مش هتقصر في اي حاجة خالص تمام انا عشيلتي كده اول واحدة هانا عاملها تلات طبقات دي بقى تلات طبقات فانيليا والايه والشوكولاتة تمام حاولي وانت بتقطعي تتقلي عليها كده وتمشي بالراحة انك تبقى ماشية من الاول للاخر تمام طبعا لو انت ما عندكش بقى الستاند كده بتحط صانية وتشتغل عادي ما فيش اي مشكلة هاي شوفي انا مشي واحدة واحدة هاي خلاص كده تمام انا قطعتي كده شوفي ما شاء الله طرية و جميلة ازاي شوفي الجميل حلوة جدا 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 هاي جميلة جدا فقلت ايه لا اعملها على خمسة كفاية هنا سقيتها بقى ايه الكمبوت الشربات بتاعي الكمبوت حطيته كده وسقيت بالكيكة حطيتها في اي ازايزة عندك كده مخلوم وطم سقية بيها الكيكة حطيت اول طبقة كريمة وبعدين حطيت الزبونش الشوكولاتة وعليه السوس الشوكولاتة هنعملها بقى كده ايه الطبقة الكل اللي عندي وهساوي وانا بعمل بساوي شوفي كده اهي بس ايه ها هو الكمبوت الشربات بتاعي الكمبوت تمام هبدأ برضو اساوي هفضل بقى هعمل كل كل الطبقات بنفس النظام بصراحة موس الشوكولاتة طعمه روعة جميل جدا جدا انا كنت عاوزة اجيب موس فانيليا بس بصراحة اللي انا بجيب من عنده مش متوفر والمنطقة اللي فيها ما فيش اللي هو ده بس اللي متوفر عنده الحاجات بتاعت ايه مستلزمات الحلواني فاقلت عملها بقى ايه بكريمة مش مشكلة انا هنا بدأت اغلفها بقى من فو باساوي هو ومن الجناب تمام ابدأ اساويها بقى واغلفها كويس علشان هبدأ بقى ايه ازينها انا بديكوا فكرة من التزيين بصراحة التزيينات والحاجات دي مش من اختياري انا هنا ببارك الاول خلينا ماشين واحدة واحدة انا جبتي هنا القعدة ده اللي انت هتحط عليها الترطية وحطيت عليها ايه الكريمة كده علشان احط عليها من الترطية ما تتحزش ولا اي حاجة مني خلاص انا هبدأ بقى ايه تحط الوردة القمة اللي انت عاوزها تعمل لي الوردة اللي انت عاوزها خلاص انا هبدأ كده ازينها دايما يدور كده اعملها زي هيئة برواز تمام اهي خلاص وهقسمها طبعا فيه افكار كتير او للترط بس ايه دي كانت طلب يعني ايه اولادي كان عاوزين كده وهم اللي منقيين كل حاجة هو كل واحد اختال له حاجة بس الفواكه ده لباباهم هو ما بيحبش طبعا الالعاب والحاجات دي فانا عملت جزء بالفواكه اللي انا هو وهما بقت ايه الالعاب والحاجات دي يأكلوا زي ما هم عاوزين طبعا لازم ارضيهم جميعا يعني اشوف كل واحد بيحب ايه واعمل هولو هنا معي الكنبوت الاناناز انا قطعته كده زي منتوا شايفين مكعبات زغيرة وهنا برضو الكنبوت الخوخ برضو قطعته مكعبات وهبدأ ايه احط في كل مربع من دغط هحط الشكل من الحاجة اللي انا جايبها انا بكنت جايبة فيها عندي تزيينات حاجات كتير قوي بس ايه انا قلت امشي كده ايه اشوف اللي هيمشي مع بعضه فقلت كده ايه احط لهم الكريز طبعا الكريز حلو قوي فقلت ايه احط يبقى لونه كده مع الالوان دي بيبقى جميل جدا تمام كده حطينا ايه الكريز هنحط بقى بقية الحاجة ده بقى ممكن تحطي بصي اي حاجة متوفرة شوكولاتة قريو اي حاجة متوفرة عندك دي تحطيها تمام دي برضو الاشكال هما منقينها برضو بس انا بعد مرصتها قلت لا ايه احطها تحت الكريز افضل فقمت شايلها وقمت مرجعه وقمت حط البسقوت من ناحية واحدة اتلاقيت هنا ايه لا مش مشي مع بعض شكلها مش عاجبني فقمت مبدلاهم مع بعض بس ما حبيتش الشكل قوي هتلاقيني الوقت هي انا بدلتهم اهيت كده بقت ايه شكلها حل وقوي بعدين جبت البسقوت الوفر ده وهبدأ الف التورطاية كلها بيها طيب يا شروق هو الوفر ده مش هيقع ولا اي حاجة لا مصدقيني مش هيحصل لي اي حاجة لان انت حط من الجوانب كلها كريمه فطبعا انت بس مسافة ما انت بتخطيها هي بتلزق على طول خلاص انا هواد بقى لفي كلها تمام شوف هنا عشان هي ما شاء الله كانت عالية التورطاية طلعت ما شاء الله عالية جدا فقلت ايه قسمت كده البسكوتة نصين وكملت من تحت ومن فوق بقى ايه سويتها خلاص كده ده الشكل هوت هجيب بقى فرشة باي الجل ملمع بقى من عند المسلزمات الحلواني مفيش عندك الشرباط بتاها الكنافة والحاجات دي تلمعي بيه عشان ايه يبقى شكل الفاكه كده بيلمع ويبقى معانك حلوة اوه تمام خلاص ده ايه هنجيب ايه بقى اي شريت ستان عندك بقى اي شريت علشان تلفها كده تمام وندخلها ايه التلاجة دي بقى متطمنة وطبعا الشريت ده بيدي شكل حلو قوي انا هنا بزبطها اهو تمام يلا علوا بقى الفيديو دوت ووصلوني الاعلى اللايقات وشيروا الفيديو لكل صحابكم وحبايقكم وخلوهم يشاركوني بفرحتي ويشوف في الطرطة الجميلة او طرطة بسيطة ومش يعني انت لو رحت تجيبها من بره هتجيبها بسعر عالي جدا دي يعني مش هتتكلف عليك زي ما بتجيبها من بره شوف انا هنا ايه الشريت طلعه زغير فايه كنت بحاول انا اربطه كده فمنفاش فقمت ايه جايبة دبوس طبعا انا باخد بالي ان انا حطى دبوس وكده فايه قلت لنا ايه يعني مش نفعة تتربط هعمله كده بس لغدات ايه ما خلص تمام لو انت بقى لسه اول مرة تشوفيني في قناتي وتشرفيني وتنوريني ما تنسينيش في الاشتراك عندك كلمة اشتراك كده بلون الاحمر ضغطي عليها وفعالي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسينيش في اللايك بالله عليك ما تنسوا اللايك اللايك هو بيعلينا الفيديو ويخليه تشاف مش يعني خلي اللايك كده ايه فرحيني بيه واكتبيلي تعليق حلو كده وتفرحيني بيه بازن الله تمام شوف منظر الترطة شوف جمالها شوف الجمال ده ايه رأيكم بقى استحقك ملاهك عليها ايه رأيكم بقى كده اهي ايه رأيكم في الجمال ده كله حلوة يلا فجروا بقى الفيديو ده لايقات واشتراكات وكومنتات بقى بصوا شغيصوني بقى عاوز احس كده بالفرحة اللي انتو فرحتوني انا فرحانة طبعا الحمد لله وشكري لك يا رب ايه اللي انتو معايا في قناتي ومشجعيني لانا استمر وبالتعليقات الجميلة اللي انتو بتسبوها لي ودعوات كلية يا رب يدينكم نعمة حلوة في حياتي يا رب وانتو احلى احلى اخوات لي بجد مهما اوصف لكم فرحتي ابيكم ومقنات فعلتي الحمد لله فرحانة جدا ويا رب اوصل ايه وانا معاكم لكل كل واحد يتحقق امنياته ويا رب يكون الترطاية دي جميلة اوي دي اتعجبتكم هي ترطا ايه حلوة ممكن تعمليها لولادك تفرحيهم بيها ايه مش مكلفة ممكن تعمليها لولادك في عيد ميلادهم طبعا الاولاد بيحبهم ايه الحاجات دي ويا رب يكون اعجبتكم وصفتي والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المطبخ احلى مع الشروق مع السلامة اشتركوا في القناة